في قول الله عز وجل في سورة العمران ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه هي الكلمة دي اللي أنا عايز ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم دي دخل في اللي فاتت ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين طبعا الآيا دي في غزوة أحد ونزلت تتحدث عن ما حدث في الغزوة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بس أنا عايز كلمة تحسونهم فهم البعض أن تحسونهم يعني تحسسوهم كده لا ليست معناها كذلك إنما تحسونهم اقرأ الكلمة التي قبلها تعرف معناها لا تتعجل في المعاني ولقد صدقكم الله وعده وعده بماذا بأن ينصركم على أعدائكم فمن الذي حرس استحسونهم بإذنه بإذنه أي تقتلونهم فلماذا لم يقل تقتلونهم وقال استحسونهم معنى عجيب وغريب إذن تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا بإذنه بإذن الله عز وجل وليست من الإحساس كما يتبادر إلى ذهن بعضنا إذن لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقد أصابهم وأصاب في أحد تعلمون كنا في أحد منتصرين ولولا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لظل الانتصاب قائما لما رجع المدينة قال ناسهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا إيه اللي حصل لنا من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله عز وجل بالنص ولقد وصدقكم الله وعده فنزل يغض عليهم إزاي وعدنا بالنص ونهزم ما أنتوا اللي غلطانين يا نحن كويس نحن عايشين إلى الآن يعني من مخالفاتنا ده أم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم شوف ماذا حدث أم اللي احنا بقى المخالفين الليل والنهار وكل فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا على الذين قالوا بعدما رجعوا بقى في المدينة وزعلنين أن أم لم ينتصروا فقالوا كيف وعدنا بالنص وهزمنا لقي حبيب وعدك بالنص إذا رأينا إراء النص فيكم إن تنصروا الله ينصركم هو رأى فيكم أنكم تنصرون الله عز وجل في البداية فأراد أن ينصركم لكن بعضكم خالف الله يعني لو فينا مجموعة خلفة تضيع البلد اذكر الحلقة قبل الماضية لما تكلمت عن هذا اللي هي يعزب الله عز وجل العامة بفعل خاصة وانت لما تسيب الناس تزنب طب كيف هو أزنب نزنب إيه لا اذكروا الحلقة قبل الماضي لو أن الذنب الذي وقع من الخاصة يضض بالمجتمع فالعذاب هيجي لكل المجتمع طب إذا كان يضض النفسه خلاص ويضض النفسه فقط لكن يوم القيامة كل إنسان عن نفسه بصير فقالوا كيف وعدنا بالنص ولم ننصر فنزلت الآية شوفوا المطلع بتاعها ولقد صدقكم الله وعده صدق وعده لم يخلف وعده معكم استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم هنا بقى خلاص كده النص سيرفع سيرفع النص بعد ما نزل فأنزل الله هذه الآية وكتب السير والتاريخ تقص علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبل أحد خلف ظهره واستقبل المدينة وأقام رما عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبعوا يثبتوا إن هزمنا انتصرنا كونوا مكانكم أيامما فوق الجبل أنت خلاص نسكت الجبل تمكنت من المعركة فلما أقبل المشركون جعل رما يرشقون نبالهم والباقون يضربون حتى انهزم انهزم المشركون في البداية الصين نبل جاي من فوق ده صعب جدا يعني يقتل يقتل قاتل تنزل على واحد تقتله والمسلمون على آثارهم يحسونهم يعني هم عمين يجرم والمسلمين وراهم يعني يقتلونهم قتلا ذريعا قتلا كثيرا فلان الحس معناها الاستقصال أصلا مش قتل كده عادي قتل واحد ولا اثنين ولا عشر لا حزد يعني زي ما يقولوا في المسألة جراد محسوس يعني ايه جراد محسوس تعبيني جراد لما بيجي بالملايين إذا نزل البرد عليه قتله دفعة واحدة وسنة حسوس والعزب الله إذا أتت على كل شيء سنة ضيعت الزابع والضابع وما إلى كده لكن لماذا القرآن قال تحسونهم اللي هي لبست علينا فكرنا منها من الاحساس وهي ليس كده ده بالقتل الزبيع مسح من على الأرض بس ايه بإذن الله ولقد صدقكم الله وعده واستحسونهم بإذنه سر إيصار اللفظة دي هنا ايه استحسونهم لأنه إذا قتله يعني قتل المسلم عدوه أبطل حسه بالقتل لم يعد له أثر لم يعد نخاف منه ولم نعود نحظه انتهى لكن شو بعدها ايه يبقى هي ايه أبطل الإحساس والإحساس ايه وهناك فضريبه فوق الأعناق وبعزة كل الملائكة في غزوة بد فضريبه فوق الأعناق وضريبه منهم كل بنان الله طب ويدرب البنان واليد ما هو لو قطع البنان تعطلت يده لأنه مش عاف يمسك البتاع للسلاح من هنا تعفين السلاح بالاثنين دول باليد من الهنده كده اللي بيحرك ده فقال له اقطع البنان ده عشان ايه نعطلوا إدراكه وإحساسه فهو هنا عطل الإحساس كله من رأسه لقدمه لكن لفت نظري كما قلته كلمت بإذنه أي بعلم الله وبأمره وهو الذي أمن يبقى معنا الكلام فما قلت لماذا آثرت حسونهم قلت لأنه يفقد الكافر الإحساس تماما